يا مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أخبارنا واللي بنتابع فيه أهم أخبار ندينا الزمالك والأخبار المحلية وكمان الأخبار العالمية وزي عادتنا كل يوم بنبدأ حلقتنا بالعنوين الزمالك الأفضل الزمالك والمصري المواجهة التانية سيد نمار اكتشافات فريرة مونديال 2022 جولة الحسم أما مع موضوع حلقتنا النهاردة طبعا منحب نعرف رأي حضراتكم عنه هو وجه رسالة للعبي الزمالك قبل استقناف مباريات الدوري بمواجهة المصر البورسعيدي موسيقى الزمالك راجع للدوري من تاني وطبعا عندنا مباراة مهمة جدا جدا أمام المصري البورسعيدي مباراة مش هتقل صعوبة تماما عن مباراة الكاس برضو كانت مباراة صعبة والمباراة دي برضو هتكون من المواجهات الصعبة لأن برضو نادي المصري زي ما أنت عندك دوافع أن أنت تكسب نادي المصري أيضا هيكون عنده الدوافع أن هو يكسب تلك المباراة إحنا محتاجين أن ناخد ثلاث نقاط أو نضخ في نادي زمالك الثلاث نقاط عشان تفرق طبعا في ترتيب الدوري قبل ما نتكلم عن استعداداتنا لمباراة المصري البورسعيدي عايزين نهن كابتن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة داخل نادي الزمالك باختياره أفضل مسؤول كروي أو مدير كرة أو مشرف كرة من جريدة المساء وهي جريدة طبعا تاريخية الحق أن كابتن أمير عايزين نقوله بجد يستحقها لأنه صنع في 2022 إنجازات كبيرة جدا داخل الفريق فاز مع الفريق بدوري وبكاس أضار موسم الانتقالات داخل نادي الزمالك بشكل جيد جدا جدا عمل أحسن صفقات كل الناس بتتكلم عنها والأهم من وجهة نظري برضو اللي حصل داخل نادي الزمالك وكلنا لمسنا الفرق ده إن أمير مرتضى عرف يقفل على فرقته كانت دايما اللعيبة بتشتكي إن كل أخبارهم وكل حاجة بتحصل في التمرين بتبقى مشاعة أي حد بيحاول يوصل للفريق الموضوع كان متاح ولكن أمير مرتضى من صورة مشرف العام على الكرة قدر إنه هو يعني يقفل على الفرقة كويس جدا لذلك هو يستحق الحقيقة هذه الجائزة حقيقة إن كمان ميستر فريرا كمان أخذ أفضل مدير فني وميستر فريرا حدس ولا حرق يعني راجل أقل ما عم فيش كلام في الدنيا دي ممكن يوصف ميستر فريرا ميستر فريرا أول ما جي نادي الزمالك بالمناسبة لو تفتكروا من أول معينه طبعا المستشار متضم ونصور رئيس مجلس قدارة نادي الزمالك كان ميستر فريرا مش مطالب بأي حاجة يعني هو لا كان مطالب ولا بدوري ولا بكاس ولا أنه يحقق أي حاجة لأنه كان مستلم الفريق في حالة مش في أحسن حالتها ولكن قدر إنه هو ياخد دوري برضو ياخد كاس مع الفريق شفنا فريق نادي الزمالك بشكل مختلف تماما زيزو برضو أخذ جايزة أفضل لعب زيزو برضو من اللعيبة اللي يستحق طبعا جايزته زيزو أفضل لعب أصلا في الدوري المصري زيزو لما بتتكلم عليه في منتخب مصر دايما هو بيبقى الورق الربحة لأي مدرب زيزو دايما الاختياري الأول أصل لأي مدرب بيعتمد عليه من اللعيبة اللي أنا بشوف أنه هو مش بس يمتلك المهارة لكن كمان يمتلك العقلية اللي موصلها للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي ولسه كمان يعيزوا من اللعيبة اللي هتشوف كمان في السنين الجاية هتثبت لك أكتر قدي إن زيزو ده يستحق كل جايزة بياخدها عواد أخذ أحسن حارس مرمى عواد برضو حارس مرمى كبير جدا في وقت ما انت محتاج عواد دايما تلاقيه فضل قاعد على الدكة كتير وصبر بقى صبر كبير جدا كم من عواد يعني لحد ما جات له الفرصة وعارف يستغلها وهي دي بقى الفكرة أن انت على فكرة كتير جدا مننا ممكن الدنيا تيجي عليه شوي ولكن الصبر الصبر على فكرة الصبر هو اللي يخليك توصل وهو لما بعد كده عواد نزل مثلا الفكرة كانت في مباراة طبعا أسوانها المباراة التي برزت طبعا عواد في الكاس الموسم اللي فات وضربات الجزائيل أو ركلات الترجيح اللي عواد صدها والناس من بعدها ابتدت تتكلم على عواد ومهارات عواد وبعدها عواد ابتدى ياخد حقه وابتدى ياخد وضعه وابتدى ياخد مكانته اللي هو كان من البداية بصراحة يستحقها كمان حسام عبد المجيد أخذ أفضل لاعب صاعد حسام عبد المجيد جوكر المنتخبات المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد موجود منتخب الأول بينضم حسام عبد المجيد داخل القائمة مستر روي فيتوريا بيوشيد بي حسام عبد المجيد برضو لو تفتكروا من أول مباراة الناس وجهت له الانتقادات وأنه يا جماعة عايزين حد أحسن وكلام كتير على فكرة من النوعية دي تقالت يعني دلوقتي حسام عبد المجيد مساك هايل حسام عبد المجيد مدافع محترف مدافع وكمان هداف يعني أحرص كذا هدف على فكرة الموسم اللي فات الموسم فات من الدوري أحمد الأحمر هو رمز كرة اليد في مصر إحنا كل لعبتنا اللي استحقوا الجوائز مبارح إحنا بنبريك لهم ده غير كمان أنا عايز أقول لكم إن الزمالك أخد جايزة أفضل منظومة إعلامية إعلامية فالحمد لله بصراحة يعني إحنا زي ما بقول لكم إحنا لحد دلوقتي يا جماعة بنجني ثمار الموسم اللي فات بنجني ثمار اللي إحنا عملناه الموسم اللي فات كل اللي حصل الموسم اللي فات مهما حدك يحاول أنه هو يقللك من اللي إحنا عملناه الموسم اللي فات بجد ما تسمعولوش لحد الوقتي إحنا بنكرم على اللي إحنا عملناه الموسم اللي فات والحقيقة نجي الزمالك يستحقها ويستحق كل جايزة بياخدها كشاء زي ما تشايفين كم كبير جدا من الجوائز ومحدش فينا يقدر يختلف يعني ولا أنا ولا أنت مثلا نقدر نقول إن فيه لاعب من اللي تم اختيارهم أو مدارب من اللي تم اختيارهم لا ما يستحقش الجايزة اللي هو أخدها لا كل واحد تعب نال على تعبه أو أخد جزاء تعبه خلان نرجع تاني ونتكلم على استعدادات مستر فريرا لمباراة المصري البرسعيدي مستر فريرا قرر إن هو يسافر ليسكندرية بكرة إن شاء الله اللي أربع علشان يدخل طبعا فيه مقاسكر مغلق قبل مواجهة المصري يوم الخميس إن شاء الله في استاد برج العرب ودي الجولة الخمسة من الدوري طيب امبرح بقى إيه اللي حصل البرح بقى كان فيه جالسة مهمة جدا من جانب مستر فريرا مع اللعيبة هنا بقى مرحلة الجد إحنا خلاص دخلنا فيها رسائل مهمة جدا من المدرب للعابين قبل ما يستقنفوا مشوارهم في الدوري أو رسالة ليه كانت ضرورة مواصلة العمل بكل قوة كمان طلب من اللعيبة إن هم يركزوا بس على إن هم يحققوا الانتصارات ونعمل زي الموسم اللي فات وكان فيه عدد كبير جدا من الانتصارات المتتالية مستر فريرا كمان أكد للعيبة إن المباريات اللي جاية هي مباريات قوية جدا ومهمة جدا ولازم كل لاعب منهم يكون على أتم الاستعداد وأتم الجاهزية كمان هو مستر فريرا قال في نهاية كلامه قال لهم جملة مهمة جدا جدا وركزوا فيها قوي إن هو واثق في كل واحد منهم وإن كل واحد منهم أو كل واحد من لعبته هو هيقدر يقدم المطلوب منه بالشكل الأمثل وقال كمان إن هو دلوقتي أو إن الزمالك دلوقتي يمتلق قيمة من أقوى اللعيبة في مصر في كل مركز والحقيقة طبعا كل الكلام ده صح وفعلا إحنا لازم نستغله ونستفيد منه في كل المباريات القادمة إحنا عندنا مباريات كبيرة جدا وكتيرة جدا في طبيعي جدا أنت بقى عندك في كل مركز لاعب واثنين وثلاثة زي ما واضح كده من كلام مستر فريرا إن الراجل متمسج جدا بحصد كل نقطة هتكون في موتش يعني رافض تماما بشكل قاطع إن إحنا ونفرط في أي نقطة مهما كان من الخصم اللي بيوجعك مهما كان من الخصم اللي بيقابلك على فكرة من أسباب نجاحنا إن إحنا بنحترم المنافس جدا وبنعمل لمنافس حساب جدا وبنذكره كويس جدا فعلشان كده تلاقينا مميزين فعلا في المباريات اللي إحنا بنلعب إحنا بنبقى مذكرين للفريق اللي قدامنا كويس جدا ولكن وفقا للجدول المعلن الزمالك هيلعب يا جماعة سبع مباريات في 29 يوم من شهر ديسمبر البداية هتكون مع المصري اللي هي بعد بكرة الخميس وآخر موتشاط الزمالك في ديسمبر هتكون قدام الإسماعيلي وده هتكون يوم 29 ديسمبر انت بقى هتلاعب طالعي الجيش هتلاعب بيراميد هتلاعب البنك الأهلي هتلاعب حرص الحدود هتلاعب المقاولين العرب طيب كلها مباريات زي ما قلت لكم كده هي صعبة جدا ومهمة علشان كده مستر فريلا حريس قوي أنه هو يتكلم معه اللعيبة ونوصل رسالة مهمة ليهم جدا أن انتوا تقدروا وأن احنا مش عايزين نفرد في أي نقطة من بداية بقى الدوري بجد إن شاء الله ونقدر إن شاء الله نقصد دوري وكاس ودوري أبطال بإذن الله تبقى سنة 22 و23 تبقى سنة سعيدة علينا وموسم سعيدة علينا إن شاء الله تعالوا بقى نسيب الزمالك ونروح لي كاس العالم كاس العالم خلاص دخل دلوقتي مرحلة الجد ومرحلة الحسم النهاردة انطلقت الجولة الأخيرة من دور المجموعات يعني خلاص هيبمن النهاردة بقى من المنتخبات اللي خلاص هتودع البطولة ومن المنتخبات بقى اللي هتتقاهل لدور الستاشر وتكمل بقى المشوار ويبتدي بقى المونديال يشتعل النهاردة في مباريات في المجموعتين الأولى ومجموعة التانية وفعلا بدأت مباريات المجموعة الأولى الساعة 5 المطش الأول كما بين الإكوادور مع السنغال وهو الأصعب في المجموعة حاليا للمباراة 1-0 للسنغال حصوص الفريقين عايز أقول لكم متساوية والفوز مهم جدا لكل منتخب يعني فضروري جدا أنه أي حد منهم يكسب عشان خاطر ده هيفرق معهم جدا المطش التاني هو ما بين قطر ويه هولندا وتريبا قبل ما أدخل الهواء كان دلوقتي بقت 2-0 لهولندا يعني قبل ما أدخل الهواء كان 1-0 ليه هولندا دلوقتي 2-0 ليه هولندا الصراع هنا أقل شوية ليه لأن قطر خلاص يعني ودعت البطولة نتمنى لها يعني ان شاء الله هذا سعيد يعني في المونديال القادم أما هولندا هتلعب على المكسب على الرغم من أن هولندا أصل لو تعادلت يعني فده يكفيها ليه التأهل ولكن الفوز ده يخليها تتصدر مجموعتها علشان كده بتسعة طبعا أنها تتصدر طيب زي ما شايفين جولة الحسم صعبة جدا ويه زي ما كلها متعة وفكرة هنستمتع الفترات الجاية جدا بيه كاس العالم تعالوا مع بعض دلوقتي نروح تقرير عن منديال 2022 وجولة الحسم ونرجع ونبدأ أخبرنا تتجه كل الأنظار إلى كاس العالم البطولة التي بدأت فيها اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات هي جولة الحسم في كل المجموعات لكنها كذلك جولة الإثارة يبدو أن النسخة الحالية من المونديال ستحتفظ بالأسرار للجولة الأخيرة بعد أن ضمنت ثلاث منتخبات فقط التأهل إلى دور الستة عشر وتأهلت منتخبات البرازيل وفرنسا والبرتغال وودعت قطر وكندا ويتبقى ثلاثة عشر مقعدا يتنافس عليها سبعة وعشرون منتخبا والكل لديه نفس الحظوظ في التأهل في المجموعة الأولى تقام الآن مواجهتين من العيار الثقيل في الأولى يلتق الإكوادور مع السنغال وحظوظ الفريقين متساوية وفي اللقاء الثاني يسعى المنتخب القطري لتحسين الصورة أمام هولندا التي تبحث عن الصدارة وفي المجموعة الثانية فإن إنجلترا تسعى للحفاظ على الصدارة في مواجهة ويلز ويلز بقيادة جاريث بيل تسعى لتحقيق المفاجأة وإنجلترا تدافع عن كبرياء الكبار في المونديال وفي المواجهة الثانية ستكون مباراة إيران وأمريكا مثار الاهتمام بداية من اليوم ستبدأ مرحلة الحسم مرحلة تستعد فيها بعض المنتخبات لدور الستة عشر ومنتخبات أخرى ستكون مجبرة على الوداع في بطولة تحمل مبارياتها العديد من الأسرار والمفاجآت ونحن في انتظار مفاجآت المونديال السعيدة بعد أن حققت السعودية فوزا رائعا على الأرجنتين وتبعتها المغرب بفوز أسطوري على بلجيكا كل أنظار العرب تتجه نحو مواجهة فرنسا وتونس وبعدها لقاء السعودية والمكسيك وأخيرا مواجهة المغرب وكندا والكل ينتظر جولة الحسم وبدأت أخبارنا كالعادة من عند نادي الزمالك اللي بيواصل فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الخمسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها بعد مكرة الخميس بستايد برج العرب اسكندرية فريق خاض مران اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلا بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي خلينا قبل ما نكمل أخبارنا ناخد تليفون درويتي من كابتن محمد صلاح نجم ولاعب الزمالك الصدق مساء الخير يا كابتن مساء الخير يا حبارك أنا تمام تلم حضرتك تمام حضرتك كويس الحمد لله رب لك يا رب دايما قولي الأول راية كيف مباراة الكاس اللي فاتت اللي كانت ما بين الزمالك والمصري وبعد كده بقى ننتقل ليه الدوري وهل حسابات الدوري تختلف عن حسابات الكاس أم لا أولا المباراة بعد غياب خمسة عشرين يوم أو أربعة عشرين يوم في ظل الغيابات أو إصابات في ظل الغياب المجرد الفني لزروف للوفاة كل ده يبقى يلي كده عندك لعيمة عندها الشخصية ماشي على نظام أي أن كان هو من الموجود بس ماشي على نظام اللي بيرقاسه نادي زمالك فقد المراكويسة مع نادي المصري نادي مصري نادي كبير صحيح أواحد سفر لكن الموجودة الكاسة يعني تخلص واحد سفر بالعافية يعني ضربات كذا طبقا يعني ليه يعني مؤشرات لكن الدوري هو اللي مفهوش تعوي بس خلينا قبل ما نروح طبعا للدوري عشان كده ممكن تبقى مباريات الكاس بتبقى لا بتبقى صعب شوية عن الدوري إن فعلا الدوري أنت ممكن تعود ولكن في الكاس بيبقى كله نازل الملعب مجدود كله متوتر كله عايز يكسب كل واحد ليه حساباته الزمالك طبعا نازل عايز دافع عن اللقب عايز يحصل صنائية فبيبقى فيه فعلا ضغط كبير قوي لكن ما نخلي بالك الأمداد الكبيرة زي 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 غالك مش مفهوض ان يبقى عليها ضغط لاني لعبتها بتعودت على الضغط والبطولات والدمهير ولكن يعني حد نشفك على لعيبة ليه يعني واحد زي اللي مار الناس أصبح حاليا دلوقتي مش ناشئ او مش مش شغال درجل وصل لمرحلة كبيرة جدا دايما بيزجد فيها ان هو حد شخصية سواء ليه البليمين او ليه بالشغال أصلاف النظر كان تكون عالمي بس ما عطكتش في حد تتكلم عليه كثير لان كاس العالم وخيتنا شوية اه زي حيئة الناس فعلا مركزة مع كاس العالم فتلاقي مثلا هدف زي هدف نمار هدف عظيم هدف عالمي بس الهدف ده مثلا ما اخدش حقه عشان الناس فعلا مركزة مع كاس العالم يعني لو ما فيش كاس عالم كانت الناس تدولة هدف نمار ده على سوشيال ميديا طبعا لكن ان عندك لعيب بيعرف فيه العم شمال ومين بيعرف فيه يا عبدالي اللي كان نقصي لموجود في بعض اللعيبة انا كنت فرحان جدا ان هو ما رجع بعد فترة كبيرة ارجو الناس تدعمه ارجو ان الجمالية تساعده ان هو كانت يوم الايام بالنسبة لنا احنا كنا نراحب بالملحة فاقول ان هو يعني مستوى الخبط شوية او كان ايام كروس كابل ما تشاهد كانش بيرتاح فادي ممكن بيعمل لبعض فترة لزحيبة يعني او مستوى مش كويس لكن هو راكب حب النادي جدا اوباما من اللعيبة اللي بتطاع شق نادي الزمالك وعلى فكرة انا دايما بدافع عن اوباما لاني بشوف ان اوباما مهاري جدا ولعب كبير جدا ولكن ينتظر الدعم اتمنى ان احنا كدنا بيعمل تماني وخاصة للجمائيين ان الجمائيين بتحبه ويمكن عملت كده عشان يفوقه او يلجع على مستوى تاني وارجل انه يكون بينه وبين الكبير كامية ان هو عمر ما عمل مشكلة في النادي طلع عارة ورجع تاني بش اين مشاكل واصل في نفسه ايو كاس او بيعرف الحل بعض المراكز اللي كان راس حربة او تحت راس الحربة مهاري بعد الانه في فترة كان يكون كويس ما عاودتش كبالة مع ايو ان شاء الله ان شاء الله ركنش بالسلامة او واحد كل الناس دي تبقى موجودة ان المباراة اللي جاية اعتقد بعد حتى ما ياخذ كاس عالم ان مشوار طويل لازم امامي ان تمالك ودعبته يحفظوا على الدول يحفظوا على الجاس في البتوردين دولا عشان يزبط للناس ان اخذنا الحاجات الصدفة اخذناها بتاعك وفي ظروفك صعبة كده بالزبط انت كمان السنة دي ظروفك احسن نعم السنة دي او الموسم ده ظروفنا الحمد لله احسن او بس احنا عادينا بس نشوف نقيم مثل الصفقات الجديدة لان هي متلعبش بصفة مستمرة عايزة يعني احنا دلوقتي بنعرض يا كابتن معيك هدف سيد نمار والناس يعني اللي تدولت الهدف قالت ان هو يشبه كثيرا هدف سالم الدوسري في مرمى الارجنتين انا بقولك المقارنة دي هي حقيقة اوة لكن لو ما فيش كاس عالم كان مفروض ان الجندا ياخد لما ديك بها تطلعي ارطة الخمس اهدف يبينهم احسن هدف في الاسبوع ما هو ما في حاجة كبير جدا لكن انشغال الناس بكاس العالم مداش لنمار او لهدف حقه مهم دي حياة اه الحاجة التانية اتمنى ان الناس ترجع بسرعة زي ما قد احضر في المطش الجاي مهارش مهارجة اتمنى ان السباقات تستعدي جيدا عشان لما ديك بيلعب الجماهير تلكم عليها ونهارش مهار في الاستباقات دي مش كويسة لا كويسة لكن الناس عشان تضعكم على السباقة تتلعب سبع على سبا احنا احنا كان عندنا المباراة دي او مباراة الكاس دي كنا احنا حوالي بنتكلم في عشر غيابات في المباراة دي طبعا كمان مستر فريرا فعشان كده بقولك كنات المباراة دي ليها برضو حساباتها عشر غيابات كتير اوي ان مش معنى انت كسبت المصر في الجاس ممكن تكسب بسهولة في التاول اه 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 على انت تنتبه اه طبعا لان اكيد كمان النادي المصر عايز يعوض ومش هيشيبك يعني بسهولة مم لكن بالجدية وبالاصرار الزمان يكيكسب لكن لسنا كذبانه مجيبه تلات اربعة ايام وانا قد اه اه يعني بلوعد الكرة كده فاية عليه وكسبنا لأ ممكن ضعف فأتمنى ان يقيمش باستمرار ان احنا فعدنا في همبي ان شاء الله مش عبرونا عن اه احتاج الكمة تاني بإذن الله في الوقت راجي ايه عايز اكلمك برضو عن مستر روي اجواش والاقدار المباراة المباراة الكاسة لما بين الزمالك والمصري هو وكابتن طبعا اه اسامة نبيه الناس كلها برضو قاعدت تشيد شوية بروي اجواش وانه هو يعني يعتمد عليه وانه قد المسئولية وانه كانت مباراة كبيرة ولكن قدارها بشكل كبير جدا وقدر انه هو ان احنا نصعد يعني ليه نصف النهائي ايه 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 يحاول يخلي الجهاز كله يبقى واحد وهو قدار بفكر اه بريرا اسمه بعيد يعني عبر التلفون مثلا الاسلاك اه لكن كل حدا متنفل عليها او متنفين اللي فينا عليها مع اسامة نبيه عشان اللي حصل ده يخصر ايه لو ده يتخير يخصر ايه كل اللي حصل حتى التشغيل الاونية والدخارات تفعليها ولكن ده بدي كي اه حاجة كويسة اول ان في اه انسجام بين الجهاز مع بعض اه مش مجرد ان مثلا بريرا يخي يبقى الامور كلها هتبقى وشة وصعبة لا اه او المدرج الحام ده بياخد من المدير الفني كل البلان او كل الخطة عشان يقدر يتصرف عشان مش يقدر تكلف كرشا في تربون اه كنا مسافر مثلا برطغال فاهمش يقدر يتكلف كرا اهل عطاية لكن هو مزاكر واقيله مسلا من قبل المباراة اللي هيحصل ايه اذا حصل كذا هيحصل كذا فالامور المشتعة بسلاسة والحمد الله انت عندك لعيبة تقدر تنفذك اي حدا انت عايزاها بالظبط طبعا بالأداء أو في التفكير عشان أعمل إيه حتى لو تبقى خطة في الملعب عندي في حيث زمالك عندها رغم الزكاة شوية بطير تتعمل مع كل مواقع وده لسأل الأمور عليها دي حقيقة متابعة طبعاً يا كابتن كاس العالم متابعة اللي بيحصل دلوقتي هولندا والسنغال والقطر يعني قول لي كده هولندا كاسبانا شايف بقى الصراعات الزي دلوقتي بقى في كاس العالم والحسابات اللي بتتغير ومفاجآت كاس العالم كاس العالم في حاجات كوسة وصراحة وخاصة المستوى يعني ما تضيش تقولي مثلاً الرجوع هيكسب بالأرشادين إمتى لا ما تعرفيش لكن هو بالكود والعرب وانا ما يمينيش الأجامل على أجمع من الفرقة العربية والمتخابات العربية اللي ساعدتها بالدداء من السعودية والمغرب يعني أعتقدت أحسن اثنين يعني ما تبقى لهم ويكملوا في الطول التاني إن شاء الله طب لو أنتكلمة كابتن عنها فكرة الحاجة تكلم عن المستوى هل المستوى فارق عشان اللعيبة كاس العالم في منتصف الموسم فكل اللعيبة جاية بقى فرمتها عالية وجهزة ومستعدة هو من ضمن الحاجات الحلوة أنت جاء فت المتعيبة دي كلها جاء فت يعني حتى الإصابات دلوقتي أو الغيب دلوقتي الحمد لله والإيلة كده فده بيتيكي حاجة لكل الناس مستعدين كويس بيقوا كامل المساعدة في الدول أكثر من عشر أسابيع مثلا الحاجة الكويسة بقى اللي هي قطر قريبة من كل الدول يعني لو تعامل مثلا الكاس العام في البرازيل ممكن نروح وارجع ما قدرش نروح دي لكن كل الدول دلوقتي أو كل المواطنين اللي في الخليج يروح هو ويستطيعهم بيجي فرض عمضش فده عمل كامل جدير جدا من جماهير وممكن لغاية دلوقتي طبعا أصبر كامل الجماهير حضر الكاس العالم وده القرب المساعد أو مسافات ده حاجة سميلة جدا ده حقيقة أنا بشكرك جدا يا كابتن اتفضل قول يا كابتن الحاجة التانية كنت أتمنى كنت أتمنى مع القرنفال إن قطر تكون أحسن من كده شوية في القطر يعني المتخب قطر كلنا بصراحة كنا نتمنى يعني يا البلد المضيف لكاس العالم فكنا نتمنى طبعا لا وإحنا كنا ماشي معهم والسادات كانت على يعني على أكتر من الروعة معسكرات نطفات يخش في دورات العقوبية لكن المرضود ليش يعني مش على قد على قد الحدث جميل اللي احنا مستمتهم بي ولكن استضافيا طبعا هي عاملة استضافة يعني عالمية بصراحة نعم يعني كاستضافة قطر طبعا يعني مقدمة نموذج من كاس العالم هو الأفضل على الإطلاق آه دي حقيقة وده فخر لكله حرام دي حقيقة بشكرك جدا كابتن محمد صلاح نجم وليعب الزمالك الصوت بشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معنا ورجعنا لكم مرة تانية يلا بينا نكمل أخبارنا وشارك شكبالة قائد فريقنا في الجزء الأول من مران اليوم الثلاث والذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلا بمقر النادي وانتظم شكبالة في الجزء الأول من التدريب مع زملائه تحت إشراف أندريا فلب مدرب الأحمال بنيدي الزمالك والذي تضمن بعض التدريبات الخفيفة بالكرة وكان شكبالة أنهى المرحلة الأولى من البرنامج التأهيل الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكتف خلال مباراة أمبي في الدول وخاط شيكا تدريبات منفردة بالكرة من بعد انتهاءه من المشاركة في الفقرة الأولى من المران طبعا أتمنى شكبالة يرجع لنا مرة تانية وألف مليون سلامة عليك يا شيكا وجهها البرتغالي مستر فريرا مدير الفن لفريق الزمالك تعليمات خاصة لبنيني سامسون أكينولا قبل مواجهة المصري المقبلة مستر فريرا حرص على توجيه تعليمات فنية للاعبه لتنفذها أثناء المران حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على التواصل مع محمود حمدي الوينش مدافع الخلعة البيضاء المتواجد بالإمارات حيث يغضع لفتر التأهيل وحرص أمير مرتضى على الإطمئنان على الوينش وما وصل له من مرحلة التأهيل وتزليل له أي عقبات قد تواجهه طبعا أتمنى طبعا السلمة لي محمود حمدي الوينش ويرجع لنا يا ربي بألف خير حرص لعيبة فريقنا على تنظيم ممر شرفي لكل من أحمد مصطفى أزيزو حسام عبد المجيد محمد عواد سلاس الفريق للاحتفال بهم بعد تتوجهم بجوائز الأفضل في حفل أسكر المساء رقم 60 وتوجه أزيزو بلقب أفضل لاعب في مصر وحسام عبد المجيد بلقب أفضل لاعب صاعد ومحمد عواد بلقب أفضل حارس مرمى وأقام لعيبه أزام ملك بالاحتفال بهم وتنظيم ممر شرفي بجانب التقاط الصور التسكارية مع الجوائز الحقيقة زيزو وأعواد وحسام عبد المجيد من اللعيبة المهمة جدا جدا مع الفريق وكمان في مجموعة كبيرة قدمت موسم عظيم وموسم كبير مع أزام ملك منهم سيد عبد الله نمار واللي تم إعادة اكتشافه مرة تانية من جانب مستر فريرا خلونا قبل ما نبدأ أخبارنا المتنوعة أن ياخد تلفون من مصطفى يحيى أو الدكشة في قطر الناقض الرياضي مساء الخير يا مصطفى مساء الخير يا مهي أخبارك إيه؟ إحنا تمام إنت بقى طمني على الأجواء عندك في الدوحة وقل لي جماهير عملة إزاي وكل الأجواء عندك عملة إزاي؟ لا والله ما يعني الوضع هنا بصراحة أكتر من الرائع يعني اللي أنا أقدر أخلص لي البيئة ويعني أخلص لي الوضع هنا اللي قطر هتصعب على أي حد هينظم بعد كده كاف عالم اللي هو ينظم لأن الناس هنا يعني عاملين كل حاجة أي حد يتخيلها ولا يتخيلها نظام كبير جدا لكل الجمهور اللي موجود الملاعب قويبة جدا من بعض يعني أكبر مسافة ممكن تروحيها ما بين مثلا ملعب البيت وما بين الملعب البعيد عنه لأن ده أنا بكلمك عن أبعد ملعب مثلا ممكن يكون ساعة ومصر الحاجة وده كمان بالزحمة اللي هي خروجك من الملعب فالموضوع هنا بسيط خالص ولزيز جدا والأجواء هنا أكتر مزائعة بصراحة يعني حتى الجماهير الأوروبية أما بتجي تتكلمين مع أي حد أجنوي يقولك اللي احنا ما كناش متخيلين اللي الوضع هيكون بالجمال دوت الناس كانت جاية واخد انطباع ممكن يكون مش لطيفة عن العرب لكنهم بعد أما تعاملهم مع العرب وبعد أما شافوا يعني الالترحاب بقى الوضع مختلف خالص في حاجة مميزة جدا كترة عمالي هنا وهي تمسكها بالطبيع العربي الأصيب خالص يعني هم مش بيحاولوا هنا يصدروا أي حاجة أوروبية بالعكس انت في دخولك للإستادات بتلاقي الفرق اللي بتستقبلك مثلا في معظم الإستادات فرق عربية كده بطبع عربي فحاجات كده خط فأنظار الجمهور هنا يعني التنظيم حركك الجمهور سهلة خالص بساط هنا بلاش مجاني بكارتهاية المترو مجاني فالوضع هنا سهل وبساط احنا عشان كده بنقول يعني يعني هنقول ان قطر هي صحيح منظمة كاس العالم ولكن احنا بنعتبر بقى ان الوطن العربي هو اللي منظم كاس العالم اللي بتعمله قطر هو باسمنا احنا كمان علشان كده احنا فخورين بصراحة بالنسخة اللي مقدمها قطر يعني الناس بتكلم ان هي النسخة الافضل على الاطلاق من نسخ كاس العالم يعني بصراحة مها وده هم اللي بيقولوا هنا كمان يعني حتى هنا المواقع والجرادة القطرية لما تتكلم مع اي حد بما بتكلموش باسمهم بيتكلموا باسم العرب بيقولوا اي رأيكم في تنظيم العرب لبطولة بحجم كاس العالم يعني في البداية كانوا او قبل بداية الكاس العالم كان الكلام باسم كتر طبعا لكن حاليا لما اي موقع او اي جريدة بتيكي تسجل مع حد في الشارع بيبدأوا يتقالوهم اي رأيكم في تنظيم العرب لكاس العرب وده طبعا حاجة مشرفة جدا باسم العرب وحاجة اكتر من روعة ومتلك هنا الاستاذات كمان ما اعتقدش المنظمين نفسهم متوعين فيه بيقولوا دي من اروع الاستاذات اللي دخلوها على مستوى العالم الاستاذ هنا مكيف كل حاجة مجهزة بشكل كبير جدا الافتتاح كان فيها ده مقدمة لكل شخص دخل فهو بصراحة الافتتاح يعني كان مبهر والحد الوقت بصراحة الحمد لله الدنيا واشا بشكل كويس جدا لكن عايزة اخش معاك بقى في اجواء المباريات عايزة يعني اسألك كده في البداية عن مباراة البرازيلوي سويسرا وان الناس اتكلمت على ظهور ليه شبيه نمار وابتدأ يتصور مع الناس ويتكلم مع الناس اه فعلا هو ده الحمد لله كنا من الناس يعني اللي امفرضنا بلاحظة الدخوله لانه هو عمل لقطة كده احنا كنا متخيمين بس اللي احنا اللي بنشد الحاجات ديات لكن الوضع تدع منتشر جدا في اوروبا هو شخص يعني واخد كل حاجة من نمار يعني الدرجة اللي هو عامله على جسمه هو عامل يعني هو حتى الحلق كمان اللي لابسه نفس الحلق اللي نمار لابسه لكن في اول لما داخل كده بعض مقى الجمهور المتعصبة كده في البرازيل بدأوا قولوا للناس لما لقوا الناس بيتهافتوا اللي هم مالتاقتوا معاك كده كرية بدأوا قولوا له انه ده فك نمار انه ده مش نمار الحقيقي وانه ده شخص بيدعي اللي هو نمار لكن من كتر ما الناس بدأت تتدفع عليه وبدأت الناس تتوجه ليه بدأ على طول يكون فيه امن يروش هتوجه معاك كده هو برضو عمل خدعة حلوة اوي اوه كان جايب شخص معاه لابس سماعات الستف ومكتوب على اللبس اللي هو نفسه اللي هو استف يعني كان معامل من الاخر كده يعني ايه مضبط اللقطة بصراحة بشكل اوه رسمها رسمها لنفسه اوي يعني اوه ده اللي خلاه خطف الاجواء كده في المدرجات اولك الوضع هنا في الملائب جميل جدا يعني الناس كلها حتى جماهير الجماهير بتبقى موجودة جنب بعض فما تخصيش ان فيه تعصب من حد معين حتى لو شدوا مع بعض مثلا لو حصل اي كلام او اي حد مثلا ويف فهجم المنتخبه مع المنتخب التاني لها متلاقيش حد بيشد مع بعض ولا تلاقي حاجة يعني مش وطيفة هنا الوضع جميل وهنا اللي عارف حاجة بيقولها اللي حواليه فتلاقي الناس كلها يعني عارفين يعيش له اجواء مع بعضها دوا بعد دخوله كان مغير الاجواء خالص طب لو الناس كلها اجمال بصراحة اللي هي تلطقت مع الصور التذكرات دا الوحيد اللي الناس كلها بطرحان ايه اما بقولك هو ازاك يعرف ياخد عرف ياخد اللقطة ويكسب الشهرة شكله اللي كان طب بما انك انت شكلك حضرت مباريات كتير قوي مين اقوى جمهور يعني لفت نظرك جدا وايه هي اقوى اقوى مبارا برضو من وجهة نظرك بصري وكل الجماهير بصراحة قوية يعني الجمهور الارجنطيني قوي جدا الجمهور المكسيكي منظم وقوي جدا الجمهور المغربي اكتر من رائع جمهور التونسي طبعا رغم تونس خلاص على اعتاب اللي هي خلاص توديع بطولة لكنه برضو كان من الجمهور الجميل جدا من اكتر المباريات اللي انا استمتعت بيها واللي كانت قوية بشكل كبير جدا هي جمهيريا هي مباراة الارجنطيني والمكسيك كانت رائعة جدا وكانت حماسية جدا الجمهورين اصلا جمهير حماسية وجمهير قوية جدا فمباراتهم كانت بصراحة جميلة جمهور المغربي بشاء ظاهر بشكل رائع 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 وبصراحة عندهم حماس كبير جدا لكن اللي خطفني اكتر في الجمهور الارجنطيني هو الحماس او عموما الجمهور الاوروبي الجمهور الاوروبية ما عنده ميزة حلوة جدا يعني حتى الان اكتر حاجة لفتت ناظرة اه تلاقي شخص عنده تسعين سنة يعني ممكن مثلا مية سنة اللي هو لو منتخب وغيف يكون ممكن احس اللي هو ممكن يجريه ساكتة قلبية وبيقعد وبيهتف وبيتفاعل بشكل كبير طفل لسه عنده مثلا خمس ست سنين حافظ النشيد وحافظ الهتاب بتاع الجمهور بتاعه وبيردده وراء الجمهور الأجواء هنا جميلة قوي والناس فعلا واللون اللي واحد بيشوفه وعايز اقولك برضو انا لفت نظري برضو على فكرة جمهور السعودية وجمهور المغرب يعني بعملوا برضو كارنفالات وانا ما شوف ان سبب من عزباء فوز السعودية وكمان المغرب هو حماس الجمهور وروح الجمهور اللي كانت موجودة كمان بحس برضو ان الجمهور العربية برضو بتقدم برضو ملحمة جمهورية كبيرة جدا ماها خلينا متفكين لفعلا الجمهور العربية يعني جمهور النظاماتية جمهور المغرب والسعودية فعلا بقى في حتة تانية خاصة يعني جمهور السعودي بقى عاشق لكرة القدر جمهور السعودي فعلا عامل حالة هنا كده يعني رهاب اوان دمهم خفيف جدا بيهضروا من بعد ما يعني برات السعودية مع الارجنطين كانوا عاملين حالة كده في قطر كلها على طول تبقي ماشية في المترو كده كنت وين ومت سلوات كانت بتقال في اي حتة وفي اي وقت وفي اي مكان الجمهور المغربي مثل اللي هو جمهور مطيف كده وجمهور شيك جاي يفرح وجاي مبسط وجاي يهتف حماسي جدا الربطة اللي بتحضر مع المنتخب نادلا جدا الانتخابات دايما رعابط المنتخبات بتبقى اضعف من رعابط الفرق لكن منتخب السعودي والمنتخب المغربي الرعابط بتاعهم ما بتبطلش اهتفاد تحسي بانت بتتفرجي على ربطة يعني بتاع فريق مش رابطة منتخب الواحد بصراحة بيبقى فعلا فخور بيهم قوي وبيتمنى يعني حتى ولو المنتخب المصري مش موجود دسكن بيتمنى يبقى موجود يشبع يشجع طبعا كل المنتخبات العربية الموجودة والمشاركة حتى اللي خرج منه بمناسبة طبعا المنتخب المصري كده السنغال كانت بتلاعب دلوقتي الايكوادور وهي تقريبا يعني خلاص في الوقت ضيع وهي خلاص يما تقريبا كسبه المباراة خلصت واما تقريبا كده خلاص ايه صعدوا بمبارك لهم برد جمهور السنغالي جميل وجمهور محترم وجمهور يعني برضو عامل حالة بصراحة في المدرجات ما بيسكوتوش من ساعة لما بيدخلوا المدرج لحد لما بيطلعوا من المدرج هو طبعا لسه اربع سوائب كانتين سانية على نهاية فاضل حوالي اه اه ديتين على نهاية المطش لكن يعني بإذن الله يتماما بالمطش يخرط بإذن الله وتكون بإذن الله يعني السنغال تسعد بشكل رسم الأدوار فضل لهم دقتين نتمنى برضو بنشجع برضو كل المنتخبات الافريقية برضو ان هي تصعد ويت تبرز نفسها في المونديال مصطفى يعني الكلام معيك ما اخلصش ولسه عايزين نتكلم اكتر وعندي كلام كتير اوى عايز اقولولك ولكن يعني للأسف شعب طابل معيك ولكن كل التوفيق يا رب ليك وكل التوفيق طبعا لي المنتخبات العربية والافريقية في مونديال عشرين اتنو عشرين اتنو عشرين اتنو عشرين اتنو عشرين اتنو عشرين اتنو بشكرك جدا على وجودك معي هنتابع معيك لحد اخر المونديال مش هنسيبك طيب انا عايز لك حاجة اخيرة حاجة اخيرة نهايان ايه اكتر حاجة لفتت نظرك في المونديال كله حاجة بس مثلا تكون يعني انت شايفها مميزة اوي والله انا اكتر حاجة او اكتر مواقف بسطاني هي مواقف العرب مع بعض يعني اه لقطة هنا الامير ووالده والاسرة لما بيحضرهم رغم خروج قطر بشكل رسمي ورغم الاداء السائل المنتخب القطري ظهر عليه اللي احبط كتير بعد التنظيم الكبير والتكلفة الكبيرة اللي هم به يكلفوها لكن دعمهم للمنتخبات العربية وتشجيعهم في المدرجات في لقطتهم مع منتخب المغرب بصراحة من اكتر الحاجات اللي عجبتني العرب هنا الحمد لله الحمد لله نتجمعين بشكل محترم اوي ونتمنى للصورة تي تفضل عليها كل الشعوب والنتخبات العربية على طول وإذن الله تكون بداية كده يعني للجمع المحترم والشكل اللطيف اللي يظهر عليه العرب على طول الاجانب هنا والجمسيات الاخرى هنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بشكل كبير جدا هم نفسهم بيقولوا احنا كنا مغدين وكانت صدر لنا صورة مش لطيفة على العرب لكن احنا لما تعاملنا هنا يعني طب احنا اللي يتعامل معنا يحبنا يا مصطفى طبعا وده اللي قاله المدير الفني للمنتخب البرادير اللي حتى الآن بيبحث عن شخص ساعد زوجته وبنته وهو ما يعرفه مش فلا الحمد لله يعني انا شايف اللي ده هكون بيزء اللي امتلاقك بنا ويا رب ان شاء الله نكون مصر بإذن الله تقدر تفصل فعلا بإذن الله على في 2030 على يعني على تنظيم كأس العالم يا رب ان شاء الله طبعا نتمنى انا بشكرك جدا مصطفى يحيى الناقضة رياضي من الضوحة بشكرك جدا على وجودك الحقيقة كانت جميلة جدا ان احنا العرب مع بعض طبعا حيجة واحدة يعني ام جاد دي عرب ام جاد دعونا بعد الوقت روح ناخد اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان سؤالنا النهاردة اوجه رسالة للعبي أز مالك قبل استقناف مباريات الدوري بمواجهة المصري اول اجابة معنا استاذ عرعر محمود من فلسطين او من القدس مساء الخير للزمالك انا بشكرك جدا احييكم من مدينة القدس وانا ادعلكم كل يوم هذه السنة الدوري لنا وبعرفش غير هيك وبديش عرف غير هيك الدوري بيساوي الزمالك او الزمالك بيساوي الدوري انا بشكرك جدا يا رب ان شاء الله استاذ محمود بنشكرك طبعا على مطبعتك لنا من القدس وكل تحييتنا طبعا للقدس عبدالحفيز مساء الخير عليك يا ماما بشكرك جدا رسالتي للعبين اول شيء انتم ابطال الدوري والكاس واحنا عندنا ثقة كبيرة فيكم بس اهم شيء يكون فيه تركيز وروح عالية واستغلال كل فرصة في الملعب انتم اثبتتم انكم لعيب على مستوى عالي رغم الغيابات والظروف الصعبة لكن كنتم رجالة كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله زمالكاوي لآخر العمر محمد فوزي مساء الفل يا مها مساء الفل يا محمد طبعا للعبين يعرفوا اننا بنصق فيهم وان شاء الله تفرحونا وعايزين الكاس يا رجالة شيرت الزمالك غالي وشرف لمن يرتديه وان شاء الله تكونوا على قدر من المسئولية وعاش الزمالك محمد انور مساء الورد عليك بشكرك جدا محمد انور كل الدعم للعبين الزمالك يجب التركيز في المباراة واستغلال الفرص واللعب بروح واسرار وان شاء الله الدوري في ميت عقبة للمرة التالتة على التوالي بشكركم طبعا على التواصل معنا دايما عايزا لكم ان منتخب السنغال اول فريق افريق يصعد لي دور الستاشر طبعا بنبرك لهم بنبرك لكل الفرق الافريقية اللي هتلاحك ان شاء الله منتخب السنغال ان شاء الله يقدروا يقدموا نموذج مشارف وان شاء الله يكملوا برضو للنهاية اللي لأ ويأتمنوا برضو التوفيق لكل اخواتنا العرم وكل التوفيق للافرقى في كاس العالم منديال 2022 انا بشكر حضراتكم جدا على المتابعة شكرا